إذا استمرنا في المفارقات كما في آدم يموت الجميع كورينتوس الأولى 15 هكذا في المسيح سيحيى الجميع يبقى فيه واحد دخل لكل الجنس البشري الموت وده اللي بيقوله هنا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع البعض مش فاهم الآية دي يعني إذا أمكن أني أوضحها أكثر علشان فائدة المشاهد مش كل واحد أخطأ لا لكن في آدم عندما آدم أخطأ الكل اعتبره خطاط في آدم في آدم لأنه هو الممثل الشرعي أو الرسمي للبشر تمام كده والدليل على ذلك اللي بيقوله هنا في رمي أصحى خمسة إنه من آدم لغاية موسى كانت الخطية في العالم بس ما كانش فيه وصية الإنسان كسرها فلماذا كان يموت البشر من آدم لغاية موسى طالما مدتناش يا رب وصية أنا مش محتاجة أديك وصية أنتم موتتم لما آدم في الجنة أخطأ ونفس الشيء لغاية النهاردة يولى الطفل يوم واحد وبعد نسمع عنه أنه مات لماذا مات الطفل عمل خطيئة لا ما عملش هو عمل حاجة لسه ما عملش أي حاجة من أي حاجة لماذا مات لأنه في آدم يموت الجميع كل نسل وذرية آدم أخذوا حكم الموت واحد يقول طب ده مش عادل الله مش عادل هنا آدم يخطئ أنا بعد ستة الاف سنة من آدم آخذ الموت ليه بداله ممكن يعني مش عايز تاخد بس هو ده الحقيقة لكن المبدأ نفسه هو أمل البشرية الوحيد في آدم يموت الجميع بس ما خلصتش الآية في المسيح سيحيى الجميع تبقى في المسيح أنت مش محتاج أنك تعمل علشان تنالك قبول عند الله أنت صرت مقبولا عند الله لأنك في المسيح طبعا الله هيكمل المشروع فيا وحمجد ربنا بحياتي لكن أنا صرت من اللحظة التي فيها صرت في المسيح إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر